العنوين الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي اللي مصر بدأت تنفزه من 2016 وبتعيد بعض الإجراءات الإصلاحية مرة تانية فيه وبينقسم إلى أربع فئات رئيسية أو عنوين رئيسية نحن عندنا إصلاح مالي، إصلاح نقدي، إصلاح حيكلي وإصلاح اجتماعي يعني إيه إصلاح مالي؟ يعني ننظر إلى المالية العامة للدولة هل حجم الدين يتوافق بالنسبة للمعايير الدولية مع الناتج المحلي ولا إحنا من السادين بأكتر من الإرادات اللي بتجيئنا برضو في الإصلاح النقدي هل البنك المركزي بيطبق مرونة لسعر الصرف ولا بيتحكم إداريا في أنه يدعم الجنيه مقابل العملات الأجنبية الإصلاح الهيكلي هو إحنا بيئة الاستثمار عندنا هل هي بيئة محفزة للاستثمار، بيئة جاذبة ولا بيئة طاردة والإصلاح والإصلاح الاجتماعي بنتكلم على شبكة الضمان الاجتماعي هل هي كافية لتغطية الفئات الأكثر احتياجا نتيجة لأن بعض الإجراءات الاقتصادية اللي بيتم اتخافها بالتالي بتكون لها تابعات صعبة على الفئات الأكثر احتياجا سواء كان من خلال ترشيء، يعني إجراءات ترشيد الدعم إجراءات خاصة برفع تكلفة المرافق العامة، كهرباء، مياه، الوقود كل الحاجات دي بيتمس المواطن والأسعار المواد الغذائية الأساسية ممكن بتبقى مرتفعة، فهل الحكومة قادرة على إنها تمد مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئات ولا لا، فده باختصار شديد الإصلاحات اللي احنا بنمشي فيها تحرير سعر الصرف، وسعر الصرف المستوح اللي احنا سمعناه سعر الصرف المرن ينهي زي ما قالنا دكتور أحمد حالة الضبابية في السوق ولا هتاخد وقت شوية يا دكتور هين؟ يعني لا هي تاخد وقت حتى تستقر الأسواق يعني احنا شوفنا لسه التجربة في بداياتها احنا شوفنا إن عملنا تحرير لسعر الصرف وما فيش غير يوم واحد أو يومين اللي مروا ارتفع إلى مستوى التسعة واربعين وخمسين جنيه هل هيواصل الارتفاع؟ هل هيرتد تاني انخفاضا؟ ده لسه يعني الرؤية لازلت ما أقدرش أدي يعني العبرة بتنفيذ العمليات بمعنى إيه؟ كل البنوك عندها قائمة من طلبات الاستيراد لو الجهاز المصرفي استطاع أن يلبي طلبات الاستيراد المتراكمة عنه وعندنا في المينة ما يعادل ستة مليار ومئتين مليون يعني بضائع بقيمة بهذه القيمة وعندنا التزامات دولية أخرى وعندنا سندات بتستحققات اللي هي استحققات لو استطاع الجهاز المصرفي تلبية هذه الاحتياجات السوق الموازي هيضعف تدريجيا إنما هو السؤال هل هيختفي السوق هو السؤال الأقدر هل هيختفي السوق السوداء؟ لا أعتقد أن السوق السوداء هتختفي لأنها موجودة حتى من السبعينات ومن التمينات ولكنها مين اللي بيلجأ للسوق السوداء؟ ما بلايش في البنك؟ اللي هيجأ للسوق السوداء هم فئة اللي بيتجروف فيه أو الأعمالهم غير مشروع الاقتصاد غير الرسمي جزء منه اقتصاد الجريمة فاقتصاد الجريمة مش هيلاقي احتياجاته من العملة الأقدرية في البنوك فقول لذلك السوق السوداء للعملة وهي اسمها السوداء ليه؟ لأنها بتعمل في الظلام وبتعمل خارج الإطار القانوني فدولة هيلجأوا إلى السوق السوداء أيضا بعض المستوردين اللي هما السلعة الاستفزازية؟ مش عايزين نقول السلعة التافهة فونيس رمضان يعني هل أنا كبنك أقدر أنا كبنك أقدر أمول اعتماد هيستورد أدوية واعتماد آخر هيستورد قطع الغيار والدينة الأولية ولا اللي هو عايز يجيب فونيس العايز في جهات فونيس حضرتك روح بقى هيروح للسوق السوداء وهياخد احتياجاتهم للسوق السوداء ويحطها في حسابه ويفتح الاعتماد ودوات السوق السوداء بقى أرخص من سعر الباك لا أنا مش عايزة دي يعني ايه التنبؤات بس أسأل على حاجة دكتور يعني عذرا لمكاطع حضرتك وأنا مش متخصص اقتصاد وصحح لي لأنا غلطة لو حايتك فاكر التعوين بتاع 2016 لما نطل الدولار العشرين وكسر العشرين أمراجع تاني للقمستاشر أنا بتكلم مش على أرقام الخمسة ستة جنيه لكن بتكلم على نسبة هذه الأرقام هل هذه النسبة اللي في حدود حاجة وعشرين في المية نقدر نقيس عليها ونقول إن الدولار ممكن ينزل لأقل من الأربعنات أو يلامس أواخر التراتيات ولا الظرف مختلف لا هو الظرف مختلف إلى جنب إن لو الفرق ما بين السعر الرسمي في البنوك والسعر السوق الموازية للعملة عشر إلى خمستاشر في المية أعتقد إن ده يبقى أكبر نجاح لأنهما لو الاتنين موجودين زي بعضهم طبعا هيبقى رجاحة هائل جدا إنما أعتقد إن فيه علاوة المخاطرة اللي هو السوق السوداء بتطلب علاوة المخاطرة لأنها فيها رزق كبير في التعاملات لما ده شيء مجرم قانونا فعلاوة المخاطرة لا تقل أعتقد من العشر إلى الخمستاشر في المية فعلاوة المتكلمة النهاردة فرضاً النهاردة للتسهيل النهاردة السعر في البنك الخمسين العشرة في المية من الخمسين خمسة جنيه يعني لو هو برا في السوق السوداء خمسة وخمسين أو سبعة وخمسين أعتقد أنه يعتبر ده الرينجي اللي هو ممكن يمشي فيه السعر برا البنوك تمام أرجع لديوفنا تاني ودكتور هاني أرجع لحضرتك الناس بتسمع اسم صندوق النقد الكهرب طول ده إحنا داخلين على غالة كرد يعني مش عارف إيه أصل صندوق النقد ده وده ستقولك يعني ده صندوق الخراب أصل ما بيخصش على أي دولة غير ما هل إحنا تعاملنا كدولة مصرية مع صندوق النقد فهذه الفترة وهذا القرار الأخير وتعويم سعر الصر حياتك شايفه إزاي وهل إحنا بنعرف ناخد اللي إحنا عايزينه ولا هو بيفرض علينا حاجات خلينا أقول أن التعامل صندوق النقد الدولي مع أي حكومة إحنا اللي بنروح له الحكومة اللي بتروح له تقوله والله إحنا عندنا عندنا المشاكل واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة وإحنا هنلزم نفسنا بإجراءات إصلاحية ودي له لست بالإجراءات الإصلاحية وتعهدات مربوطة بسلم زمني وتوقيطات أن في الوقت كذا أنا هاخد الخطوة كذا وعلى هذا الأساس هو بيقدم لي الدعم المالي بقدر حصتي في صندوق النقد كل دولة لها حصة وبرائب مدى التزامي بتنفيذ تعهداتي اللي أنا تعهدت بها أمام الصندوق ولذلك إحنا بنسمع ده كان مفوض المراجعة الأولى تتم في شهر مارس 23 ما تمتش طب المراجعة الثانية كانت مفوض في الربع الثاني بيبقى من هنا ولا منهم المراجعة بتبقى من خبراء الصندوق طب ليه إيه اللي أخر المراجعة دي الظروف يعني ما كانتش الحياة مهيئة ويمكن كان أحد المطالب الرئيسية واللي عبر عنها يعني الصندوق في أكثر من مرة اللي هو الالتزام بتطبيق سعر صرف مارين وبستدام إحنا كنا أول مرة نسمع منهم موضوع مارين دي مكناش بتسمعها قبل كده كلمة مارين يعني يعني البنك المركزي يسيب أليات العرض والطلب اللي هي تحدد سعر الصرف وده كان يعني وجه انتقاد كبير من الصندوق لمصر طبعا إحنا ما نقدرش كنا إحنا عملنا ده رابع ده خمس تعويم طب يعني يعني اللي التعويمات أو التخفيدي الجيني المرات السابقة ما نجحش وإيه اللي يضمن إن إن ده يكون آخر واحد ما هو لازم سعر الصرف في حد ذاته سعر الصرف في حد ذاته مش الهدف ومش شغلة البنك المركزي إنه هو يهدف إلى إنه يخلي سعر الصرف بإكس ولكن هو هدف الأساسي للبنك المركزي هو كبح التضخم واستقرار الأسواق فيه آليات لذلك يعني أما أقدرش أخف يعني أخلي سعر صرف مارين من غير ما يكون عندي دولارات في الاحتياط كافية إن أنا ألبي الطلبات الإحتياجات والأولويات والأولويات المعقولة فأنا ما كانش عندي أنا كبنك مركزي ما كانش عندي التمويلات اللي تمكنني إن أنا أخذ هذه الخطوة إنما من نوفمبر الثلاثة وعشرين يعني بدأ صندوق النقد الدولي إنه هو يخفف وطيرة طلباته وانتقاداته بالنسبة لتخفيض الجنيه وهو يعني مع عدة تتلقاءات مع خبراء الصندوق هو تفهم الظروف اللي هي بيمر بها الاقتصاد المصري ومن أهم الأشياء اللي هي كانت بتمنع البنك المركزي من أنه يلتزم بهذا التعاهد هو عدم وجود ما يمكنه من تخفيض الجنيه ومنما بعد صفقة رأس الحكمة وورود جزء من الحصيلة البنك المركزي قدر أنه ياخد هذه الخطوة على الرغم منها لها إيجابيات ولكن أيضا لها سلبيات لكن برضو حابب أسمع رأيك دكتور هاني لمودز اللي هتغير أو غيرت نظرتها للمستقبل الاقتصاد المصري حياتك شايفها إزاي ومورجان ستانلي كمان بتتوقع ارتفاع الاحتياطي النقضي المصري لـ 58.3 مليار دولار فلما نحط الاثنين دول جنب بعض يدوا حضرتك انطباع بإيه في الفترة الجاية بلا شك إن تغيير مودز للـ future outlook أو هو النظرة المستقبلية من سلبية إلى إيجابية ده تمهيد ده مهم جدا في إيه ده تمهيد عندما تيجي مودز تعمل المراجعة بتاعتها لتحديد التصنيف الاقتماني لمصر إنها هتاخد بالاعتبار الخطوات الإصلاحية الإجراءات الإصلاحية اللي تمت وده بيماهد رفع درجة التصنيف الاقتماني إحنا وصلنا للأسف الثلاث وكالات تصنيف الاقتماني عملوا تخفيض للتصنيف الاقتماني لمصر والخمس وأكبر خمس بنوك أو سبع بنوك مصريين في الفترة الماضية ده هيخلي تكلفة الاقتراض من الخارج عالية جدا علاوة المخاطر علاوة تأمين المخاطر على السندات ده اللي كان في الفترة اللي فاتت بس إحنا تجاوزنا ده أو بناء تجاوزه ده من شأنها في المراجعة الجاية نأمل إن شاء الله إن إحنا نكون تجاوزنا التصنيف اللي هو أقل درجة لأنه محتاج التصنيف ده في إيه أنا محتاجه كدولة إن دي شهادة بتقول أنا قادر الدولة دي قادرة على سداد التزاماتها بالعملة الأجنبية في المستقبل فأقدر أصدر سندات بشروط أفضل أقدر أقترد بشروط أفضل هو ده فايدة التصنيف اللي تماني اللي هي جدارة الدولة إنها تلتزم بسداد مستحقاتها استحقاتها في الوقت المناسب اتفاق البريكس اللي احنا عملناه تفعيله في المرحلة دي يكون إزاي فايدة لأي أنا في الاقتصاد المصري لأن ده سؤال للناس فين البريكس فين البريكس هل سفيد إيه من البريكس وطبعا زي الدكتور ما قال إن البريكس ده يعني بيشجع الدول الأعضاء إنهم يصدروا ويستوردوا باستخدام العملات المحلية للبلدان المشتركة في تجمع البريكس ولكن ده بيبقى على حسب الاتفاقيات المبرمة ما بين الدولتين المعنيتين في عملية التجارة الدولية استراد وتصدير يعني نفترض أنا هستورد من السعودية هل السعودية هتقبل تاخد الجيني لمصري مني هي في حالة إذا كانت السعودية بيتستورد من مصر أشياء يعني بضائع أو سلعة كتيرة فهل أنا كمصر محتاج إنها هتاخد الجيني لمصري مني ولا محتاج الدولارات هنا العملية بتبقى اتفاقات إنما بصفة عامة هي البريكس هتفيد الدول الأعضاء إنهم هكونوا منفتحين أكثر على التجارة الدولية ما بين بعض وإن على حسب الاتفاقيات الدفع ده ممكن يخدم في سداد الالتزامات أو مستحقات التجارة الدولية بأحد العملات اللي هم يرتضوها في اتفاقيات الدفع إحنا مصر سوء كبير يعني إحنا برضو هنتسفيد بإيه متنوعة دكتور إحنا سوء كبير إحنا مية وعشرة إحنا قوة بشارية وسلوكيات وحبات بشارية هاي كبيرة جدا وسوء ضخم فأي دولة من الدول الأعضاء والسعودية تحديدا أو أي من الدول الشرق الأوسط تجد في مصر أنه السوء متنوعة الاقتصاد متنوعة إلى عدة قطاعات بينما هما عندهم يعني مركزين في قطاع البترو كاميكالز وقطاع القطاع النفط أكتر فلا إحنا اللي عندنا ميزة السوء كبير أنا استفدت كاقتصاد مصري في أوقات جات لي استفدت من الميزة دي ولا لسه ما استفدتش منه الميزة التنفسية لسه لسه ما استفدتش يعني محتاجة استفيد منها إنما هنا الدولة يعني عاملة يعني فيها فيه مخاططة إن مصر تصدر بمئة مليار طيب إحنا لغاية الفين ثلاثة وعشرين إحنا صدرنا بكام إيه أقصى المت أو أقصى مبلغ قيم للصادرات تمت أعتقد تجاوزنا الثلاثين مليار بحاجة بسيطة لا إحنا ممكن نركز أكثر إن إحنا اقتصاد متنوع عندنا قدرة إن إحنا نصدر لدول أعضاء البريكس بس نزلل العقابات أمام المصدرين لأن ضعف الصادرات المصرية ده ممكن يعني يقضي على حلم إن إحنا نستفيد من المزايا اللي هي بتقدمها البريكس تمام دكتور هاني سريعا متفائل بالمرحلة الجاية أنا كمواطم مصري أحس بالكلام ده ولا مش متفائل لا ما أدرش أقول إن أنا مش متفائل لابد إن إحنا نكون متفائلين طالما في أحداث جديدة بتحصل طالما إحنا ملتزمين بتنفيذ تعهدتنا مع شركائنا في التبادل التجاري شركاء التبادل التجاري ومع المؤسسات الدولية لا أعتقد إن عندي قدر معقول تفاول حذر أنا أقول حذر التفاول حذر لا أفرض في التفاول أنا متفائل تمام